معدات وتجهيزات والبيسة عسكرية بمختلف الرتب تشد انتباهك عند زيارة سوق الباب الشرقي وسط مدينة بغداد حيث تنتشر عشرات المحلات لخياطة وتجهيز الملابس العسكرية فهنا تحاك البزات العسكرية بمختلف الرتب حسب طلبات الزبائن إلى جانب البزات العسكرية المحال اليوم تعرض كل المستلزمات العسكرية كالأسلحة البيضاء والعصية الكهربائية والجزم والخوذ والستورات الواقية من الرصاص هنا وجدنا درء وحمالة وخوذة كاملة أدك هنا تجهيزات مالبندقية ركيزة غضابة الناظور يعني هاي التجهيزات بسطال أدك حذاء مال المداهمات محزمي يشيل الشواجير يعني طبابة هاي المستلزمات يحتاجها الجند العراقي زبائن هذه المحلات في السابق كانوا من الجيش والشرطة فقط حيث كانت تتم عملية إنتاج الملابس العسكرية وفقا لطالبات رسمية تصدر من الجهات المخولة قانونا كوزارة الدفاع والداخلية أما الآن ومنذ إعلان حالة الطوارئ في العراق هبى الآلاف من المتطوعين للقتال إلى جانب القوات الحكومية فيما يسمى بالمقاومة الإسلامية أو الحشود الشعبية استجابة لدعوة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي سيستاني وبالتالي زاد حجم المابعات إلى حدود 200% حسب ما أفاد به أصحاب المحلات فترة الأخيرة زادت لأن الحرب زادت على العراق والحجد الشعبي انتمل القوات الأمنية فصار قبال عليها كل شيء قوي جئت لهذا المكان حتى أشتري بدلة ودرع لأنه أنا لبيت نداء المرجعية والحمد لله والشكر يعني شاركت بالدفاع عنهم بلدي ويا رب الأمن والأمان لبلدنا الحبيب والجميع بلدان الإسلام وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله شجوع ظاهرة بيع الملابس العسكرية بالطريقة الحالية بات يشكل خطرا حقيقيا على وضع البلاد الأمني المترد أصلا حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح من الصعب على أهل بلاد الرافدين التفريق بين رجال الأمن والعصابات الإرهابية بعد انتشار البزات العسكرية لدى العام والخاص هذا مظهر من مظاهر العنف ويؤكد أن العراق ما زال بلد يعيش معاناة العنف والإرهاب وهناك نوع من التحشيد ضد العنف وضد الإرهاب وتجد أن تجارة الملابس العسكرية رائجة في أسواق بغداد وبعض المحافظات العراقية أعتقد أنها بحاجة إلى أن نغادر هذه الدارة وهذا الشكل من أنماط السلوك لأنه لن يكون مفيدا لجهة بناء دولة متحضرة ومستقبل أفضل للعراقيين البدلات العسكرية متاحة لمن يريد ارتداءها هنا في بغداد حيث أصبح من السهل جدا أن تنتحل صفة رجل أمن فبإمكانك مثلا أن تكون عقيدا أو لواءا ما عليك فعله هو دفع مئة دولار كثمن لهذه البدلة هشام بوزرقون موفد قناة الشروق إلى بغداد العراق